السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله سورة العلق هي اول سورة نزلت على قلب النبي الامين صلى الله عليه وسلم تعالوا بنا نعيش في هذه الاجواء ننتقل عبر الزمن خمسة عشر قرنا نحط الرحال بمكة المكرمة حيث رسول الله صلى الله عليه وسلم الملقب بالصادق الامين يعيش في مجتمع جاهلي مجتمع ضائع يعبد الاصنام ويعبد الاوتان عنده شريعة وضعها الاسياد مفادها وهو ان هناك استبداد وظلم وعدم مساواة بين الناس واستغلال للنفوذ وخصوصا عبادة الاوتان والاصنام واتاء الفساد من شرب الخمر ولعب الميسر والقمار وظلم المرأة واضطهادها وغير ذلك من الامور الشنعة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان ينظر الى هذا الواقع الغريب وكان يصعد الى شواهق الجبال ويتأمل في هذا الوجود ويقول من خلقه انهم يقولون هذه الاصنام وهذه الاوتان والبعض اللي يقول انها الافلاك والنجوم تتحكم في مصير الانسان والبعض الاخر يقول لا اله والحياة مادة والاديان افيون الشعوب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه الله تعالى قلبا من جوهر لم يكن دارسا ولا قارئا يسمى النبي الامي ولكن كان يتأمل في ملكوت السماوات والارض ويقول حاشا وكلا ان يكون هذا الكون خلق من تلقاء نفسه وحاشا وكلا ان تكون هذه الاصنام والالهة المزعومة هي التي ابدعت هذا النظام الفريد وحاشا لهذه المعاملات بين الناس ان تكون هي الحق هي باطل على باطل فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصعب الى شواهق الجبال ويتأمل في الملكوت حتى قيل محمد عاشق ربه لكن الله سبحانه وتعالى كان يعده للمهمة الصعبة اخطر مهمة في الوجود وهي مهمة الرسالة الخاتمة تروي امنا عائشة رضي الله عنها فتقول اول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصادقة في النوم كلما رأى رؤية في منامه الا وجاءت مثل فلق الصبح فكان النبي الكريم اول ما بدأ به الرؤى المنامية يرى اشياء غريبة ويحكيها ثم رأى من عجائب قدرة الله انه يسمع السلام عليك ايها النبي حينما يسير في الطرقات يسمع الشجر والحجر يسلم عليه وهو لا يدري ما معنى ايها النبي فجاء اليوم الذي كان فيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء كان يتحنث الليالي دوة العدد ما معنى يتحنث انه ينعزل عن الوجود ويختل بنفسه ويدخل الى ذلك الغار المظلم الذي جاء في اعالي الجبال ومكة المكرمة توجد في الاسفل فكان ينظر الى كل ما حولها ويبدأ في التأمل من خلق هذا الوجود ما حقيقة هذا الوجود ما سر هذا الوجود هل له خالق من هو هذا الخالق كيف نتعرف عليه ما هي المعاملات التي ينبغي ان تكون بين الناس وهذه الامور الخبيتة من خمر ومن سرقة ومن زنا ومن ظلم ومن استبداد كيف السبيل لازالتها وما هو البديل ما هي القيم الاخلاقية التي يقوام المجتمعات سيدنا النبي كان امي وكان يتيم وكان فقير ولكن كان يمتلك قلبا من جوهر وربنا عز وجل اصطفاه نظر في قلوب الخلق فوجد بان اصفى وانقى القلوب قلوب الانبياء والمرسلين فاصطفاهم اليه ثم نظر في قلوب الانبياء والمرسلين فوجد بان اصفى وانقى القلوب قلوب اولي العزم من الرسل ثم نظر الله تعالى في قلوب اولي العزم من الرسل فوجد بان اصفى وانقى القلوب قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم البشرية كلها تم اصطفاء القلب الطاهر النقي الصفي هو قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لذا ربنا اودعه هذا السر فبينما كان صلى الله عليه وسلم في غار حراء يتعبد ويتحنث اذا جاءه ملك غريب شخص غريب لما رأاه فزع قال من تكون لم يكلمه الملك وانما جاءه فعانقه وضمه الى صدره وقبض عليه بشدة هكذا جاءت في الرواية الصحيحة قال فاخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد وقال لي اقرأ سيدنا النبي كان امي فقال ما انا بقارئ فقام جبريل فقال ضمني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم قال اقرأ فقلت ما انا بقارئ تلات مرات يغطه يضمه اليه ثم يرسله ويقول اقرأ وسيدنا النبي مندهش وقلبه يرتجف وهذا المخلوق الغريب من يكون فنزل عليه قول الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم هنا سيدنا النبي سمع هذه الايات تحفر في قلبه وتنقش في صدره وعقله واذا بالرجل الذي او المخلوق الغريب قال له يا محمد انت رسول الله وانا جبريل امين الوحي ثم طار باجنحته والنبي الكريم يرى ذلك المشهد الغريب الذي لا يكاد العقل يستوعبه ثم رجع الى زوجته خديجة بنت خويلد سنبقى ان شاء الله تعالى في حدود صورة العلق هذه الصورة نتأملها اول ما نزل من القرآن اول لفظ اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ دعوة صريحة من الله سبحانه وتعالى لكي نقرأ العلوم ونقرأ المعارف الدعوة الى القراءة الدعوة الى البحث العلمي الدعوة الى المطالعة اقرأ نحن ايها الاحباب الكرام يا شباب يا تلاميذ يا طلاب ادخلوها في ادهانكم نحن امة اقرأ ينبغي ان نفتخر باننا امة اقرأ لكن للاسف كما يقول الاعداء امة اقرأ لا تقرأ علينا ان نحيي هذه الفارضة الربانية هذه ما يسمى بالفارضة الغائبة بعض الناس ادخلوا الى عقول شبابنا الفارضة الغائبة هي الجهاد هي القتال هي ان تنضم الى منظمات ارهابية تسمع قنابل ومتفجرات وتقتل الابرياء وتسيل الدماء وقالوا هذه الفارضة الغائبة لا الفارضة الغائبة في امتنا الاسلامية هي اقرأ انها غائبة وعلينا جميعا ان نتعاون لاحيائها في القلوب والعقول والحياة والمجتمعات اقرأ باسم ربك المطالعة والدراسة والبحث العلمي ينبغي ان يكون عنده مرجعية ايمانية هناك بعض ناس يقرؤون لكنهم عندهم مرجعية غريبة مرجعيات قد تجده ملحد لا يؤمن بوجود الله او انه يتعلم لكي يمتلك المادة ويسخرها في الظلم ويسخرها في اداية البشر كالذين يصنعون الاداوات الحربية مثل الصواريخ والمتفجرات ويقول احد كبار المخترعين الذي اخترع قنبلة القنبلة النووية وتم تفجير هوروشيما ونكزاكي قال لعنت العلم والعلماء يوم رأيت الناس يموتون والناس ينحرون بسبب ذلك الاختراع البغيد الذي اسمه قنبلة نووية عوض هذا العقل ان يخترع ما ينفع الانسانية ينفع كيف يقوم بالاستصلاح الزراعي يقوم بتفجير مياه الانهار لكي نقدم الماء الشروب لكل الناس الذين يعيشون في القرى والبوادي والصحاري عوض ان يخترع اشياء ممكن تنفع البشرية صنع قنابل وصنع صواريخ وصنع دبابات وصنع اشياء غريبة تقتل وتدمر وتخرب هذا علم ليس باسم الله العلم ينبغي ان يكون باسم الله اقرأ باسم ربك بمعنى ان يكون العلم في اسم الربوبية ربنا سبحانه خلق والربوبية فيها التربية فيها الرحمة نتعلم التطبيب نتعلم التمريد نتعلم التدريس نتعلم الفنون نتعلم الاداب نتعلم الاختراعات المفيدة للبشرية كيف ممكن ان نيسر الحياة المواصلات الاتصالات البنايات الملابس الزينة الحياة كله نتعلمها اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق هنا ربنا عز وجل سيلفت الانتباء الى قضية الخلق لان المنكرون للالوهية والمستبعدون للربوبية بالله عليكم من خلقكم من خلق هذا الوجود من خلق الخلية من خلق الكواكب والنجوم هل يزعم احد انه خلق هل يزعم سياسي او زعيم او سلطوي او اي ان كان انه خلق حاشا وكلا الخلق لا يكون الا بيد الخالق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق هنا ربنا عز وجل لفت الانتباه الى قضية حاسمة وهي قضية خلق الانسان اذا كنت اي والعالم تخترع مختراعات في الادوات المستعملة في الحياة اليومية فاعلم ان الله تعالى خلقك انت اي والانسان اعظم خلق في الوجود وابدع خلق في الوجود وابدع خلق في الوجود هو الانسان الذي خلق خلق الانسان من ماذا من علق لماذا ربنا قال العلق والصورة اسمها صورة العلق ما هو العلق هو ذلك الدم الجامد فاذا صار سائلا يسمى دما مسفوحا الدم الجامد انت ايها الانسان ايها العظيم ايها المتجبر ايها المتكبر هل تعلم بان حقيقتك كنت علق ما معنى العلق يعني قطع الدم هو حيوان منوي من ابيك وبويضة من امك من الرحم فالتقى يا وقع الاخصاب ومن تم تكونة اول لحم صغيرة من دم تسمى علقة ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مدغة فخلقنا المدغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين هنا ربنا عز وجل يلفت النظر الى الابداع الالهي الى قضية الخلق الى قضية التطور الانساني فالذين يقولون بان الانسان اصله قرد كما ذكر ادولف داروين صاحب نظرية اصل الانواع واصل الحيوان واصل الانسان كلها كما يقول الخبراء ان خارج البحث العلمي والاطار العلمي فالذي خلق هو الله خلق الانسان من علق ثم قال اقرأ وربك الاكرم مرة تانية يكرر ربنا عز وجل الدعوة بالقراءة اقرأ وربك الاكرم يعني ايها الانسان لما تقرأ لا تربط كراءتك والديبلوم المحصل عليه والشواهد العلمية لا تربطها ابدا بالوظيفة ولا تربطها بالسلم الاداري الذي انت فيه ابدا ولا تمد يديك الى الاخرين بالمساعدة اقرأ وربك الاكرم بمعنى ان الله سوف يكرمك هذه قاعدة عن طلبة القرآن طلبة القرآن الصالحون طلبة القرآن المتقنون كأول ما يعلمهم الفقه في الجامع هذه الاية اقرأ وربك الاكرم اياك ان تمد يدك الى الخلق اياك ان تتدلل الى اي كان لا تتدلل الا الى الخالق وقد وعد سبحانه وتعالى بان يكرمك وقد وعد سبحانه وتعالى بان يفتح لك ابواب العطاء وابواب الكرم إياك أن تغير المبادئ إياك أن تغير الأفكار إياك أن تغير جلدك ومرجعيتك من أجل منصب أو من أجل دراهم معدودات لأن ربنا عز وجل وعد وإذا وعد سبحانه وتعالى نفذ اقرأ وربك الأكرم سوف يعطيك ويرفع مقامك ويسعد قلبك اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم بالقلم هنا ربنا يتحدث عن آلة من آلية التعليم وهي القلم لأن كما يقال العلم صيد والكتابة قيد فلابد للقلم وهو إشارة إلى آلية من الآليات المستعملة في العلم والخطاب موجه إلى الصحابة في عهدهم حسب عقولهم وإلا فإن أدوة العلم تتطور عبر الأزمنة والأمكنة اليوم عندنا الكمبيوتر عندنا الآلة الحاسبة عندنا وسائل أخرى وسوف تظهر في المستقبل البعيد وسائل أخرى غريبة لكن هنا إشارة إلى مجاز وهو آلية من آليات المعرفة وضبط العلم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فالإنسان حينما يكتشف هو في الحقيقة يكتشف دائرة جهله وكل شيء موجود في الوجود مثل مخترع الكهرباء أديسون هل اخترع الكهرباء؟ أبداً لم يخترعه وإنما اكتشفه فالطاقة الكهربائية موجودة منذ الأزل لكن هو وفقه المولى لكي يقوم باكتشاف هالطاقة ويضم بعضها إلى بعض ويأتي الضوء ينبعي الضوء وقس على ذلك كل شيء تم اختراعه في الوجود لا نسميه اختراع بل هو اكتشاف لأنه موجود أصلاً ربنا أعطانا الآليات أعطانا هواء أعطانا تربة أعطانا أشعة أعطانا طاقة أعطانا وقود وأعطانا عقل وقالنا أركب هذا مع هذا يعطيك هذا فالمختبرات العلمية هذا دورها عملية التركيب ثم تنجح العملية ثم تصير قاعدة علمية فربنا يقول علم الإنسان ما لم يعلم لكن السؤال الذي يحير لماذا ربنا عز وجل يطلب من سيدنا النبي محمد أن يقرأ وهو أمي ويصف في القرآن الكريم النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل لماذا يكلفه بالقراءة وهو لم يقرأ أبجديات الحروف ولم يقرأ الحساب الجواب هو أن القراءة المطلوبة ليس هي قراءة الأبجديات كيف أقرأ وكيف أكتب ألف باء تاء حاء جيم لا ليس المقصود بهذا وإنما القراءة الفكرية القراءة النظرية القراءة في سن الوجود أنك تقرأ الحقائق الكبرى عن طريق التأمل وعن طريق التفكر والتدبر فربنا عز وجل عنده كتاباً كتاب مقروء وكتاب منظور الكتاب المقروء وهو القرآن الكريم والكتاب المنظور وهو الكون الذي حولنا هذا الكون هو كتاب اقرأه انظر إلى عالم البحار والأمواج انظر إلى عالم الأفلاك انظر إلى عالم الصحاري انظر إلى خلق الإنسان إلى الطيور في السماء إلى أسماك فوق تحت الماء انظر إلى النباتات بأشكالها وألوانها هذا كتاب عظيم الكون كتاب علم الطبيعة وعلوم شتى حتى إن بعض الأعراب في الجاهلية كان مؤمن بالله قبل الأنبياء والرسل وجدوه موحدة ويعبد الله فقال له يا هذا كيف تعرفت على وجود الله قال بالعقل والتدبر قالوا كيف قال وجدت بأن البعرة تدل على البعير والخطوة تدل على المسير أفلا سماء ذات أبراج وأراضي ذات فجاج وبحاري ذات أمواج ألا يدل ذلك على العلي القدير أعربي لا يعرف الكتابة ولا القراءة ولا اللغات ولا عنده تقافة أجنبية ولا عنده تلاق حضاري ولا شيء من هذا القبيل وإنما عنده فطرة سنيمة وعقل طاهر فتوصل إلى وجود الله عن طريق الاستدلال بهذه المظاهر الطبيعية الدالة على وجود الله هذا ما جاء في المقطع الأول من الصورة وهو أول ما نزل على قلب النبي الكريم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ثم قال ربنا عز وجل كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى هذه قاعدة عامة قاعدة أن الإنسان من طبعه الكبرياء ومن طبعه العجرفة كلما كان ضعيف وكان فقير وكان مريد وكان صغير يكون متواضعا ويكون سميعا ولكن حينما يكرمه الله تعالى بالمال والسلطة والجاه والقوة يشعر بأنه ليس ككل الناس يفتخر على الخلق ويتكبر ويتجبر ويقول أنا أنا دائما يسمي أنانيته انظروا إلى ربنا عز وجل خالق هذه النفوس يعلم حقيقتها فبدأ قال كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى حينما يستغنى يطغى وهذه قاعدة هي تكون في الناس الذين فقدوا الإيمان واليقين أما أهل الإيمان واليقين فمهما أعطاهم ربنا عز وجل من المال والسلطة والوجانة والشهرة فإنهم يزدادون تواضعا ويزدادون عبودية لله وخدمة لخلق الله إلى أن قربنا عز وجل إن إلى ربك الرجعة هنا يذكرنا بالدار الآخرة كلا إن الإنسان لا يطغى أن رأاه استغنى إن إلى ربك الرجعة يعني أيها الإنسان الطاغي المتجبر الذي قرأ العلوم قرأها وصار عنده معارف وأصبح يمسك بزمام الاقتصاد العالمي وأصبح قادر على توجيه السياسات العامة وأصبح قادر على أن يتدخل في الدول الضعيفة ويغير لها مهناهج تعليمها هذا القوي هذا الجبار الذي عنده أسطول عسكري وسلطة قوية وأنه شرطي العالم ربنا يقول له كلا إن إلى ربك الرجعة تذكر بأنك سوف ترجع إلى الله هناك الموت بعد القوة والجبروت هناك الضعف وهناك الهوان ثم هناك الموت ثم هناك الرجعة إلى الله فتذكر ماذا سوف تقول لربك لما تقف بين يديه لما تقف بين يدي المولى عز وجل ماذا سوف تقول له ربما ستشعر بالندم على أنك ضيعت السنوات الطوال مرت بسرعة البرق وأنك لم تعد إلا جدة هامدة ضعيفة فربنا يذكرنا بالرجعة وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يقول تذكروا هادما لدات سيأتي يومنا الأيام يموت الإنسان ويفنى وتنتهي حياة فوق الأرض أندك سيصير ضعيفا فماذا قدم لأخيرته كلا إن إلى ربك الرجعة ثم قال أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى هذه الآية قيلة نزلت في أبي جهل أبو جهل يسمى فرعون هذه الأمة كان يسمى بأبي الحكم لأنه كان رجل رفيع المقام وعنده مال كثير وعنده سلطة كبيرة وعنده جاه عظيم وكان يتحكم في زمام الأمور كلها في تلك الحقبة فلما جاء النبي المصطفى سيدنا محمد بالإسلام ودعوة القرآن رفضها وقال هذا فكر فيه غزو هذا الفكر جاء يهدد مصالحنا ويهدد مبادئنا وقيمنا لابد أن نحاربه فكان يحارب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أراد أن يجادل لم يكن يحسن الجدال لهذا سماه النبي الكريم أبا جهل لأن فيه جهالة يروى أنه كان دائما يتعرض إلى سبيل النبي يتعرض سبيله ويتعرض سبيل الضعفاء من المسلمين وكان يضرب وكان يبزق أعزكم الله وكان يهدد وكان يتوعد ويريد أن ينسف هذا الدين يقول بأنه خطر على المجتمع وأنه فكر رجعي وأنه خرافة وأساطير وقد وقع أن النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يصلي بداخل الكعبة والعرب كانوا يدخلون إلى الكعبة يقبلون الأصنام ويقدمون إليها القرابين لكن النبي الكريم كان يدخل إلى الكعبة لكي يصلي لله فلما رأاه أبو جهل قال واللات والعزة لو رأيت محمد مرة أخرى يتعبد هنا لجئته ولضربته ضربا مبرحة ولفعلت به كده وكده وكده فلما سمع النبي الكريم هذا الكلام قال والله لو لو اقترب مني لجاءه الملك ولقطعه إربا إربا ربنا يقول أرأيت أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى يعني هذا أبو جهل ينهى النبي الكريم أنه صلى وينهى الضعفاء من الصحابة أرأيت إن كان على الهدى يعني أن الصحابة المستضعفين وسيدنا النبي كلهم على الهدى والطريق المستقيم أو أمر بالتقوى ماذا فعلوا؟ كانوا يدعون إلى الهدى إلى القيم الأخلاقية إلى الرحمة إلى التسامح إلى عبادة الخالق أرأيت إن كذب وتولى كذب كل ذلك وتولى على حق به ألم يعلم بأن الله يرى لاحظ كلمة أرأيت 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 هي دعوة من الله تعالى لكي يبين أن هذا الشخص تمادى المرة الأولى والتانية والتالتة ودائما يتمادى ودائما يظلم وربنا يمهل ولا يهمل إلى أن قال ألم يعلم بأن الله يرى يا من تتكالبون على محمد صلى الله عليه وسلم يا من تتكالبون على المستضعفين من الصحابة يا من يريدون أن يقصوا دين الإسلام من الحياة والمجتمع ألم تعلم بأن الله يرى هل تعلم بأن الله سبحانه وتلأ اسمه الرقيب وأنك إنما تحارب دين الله وتحارب شريعة الله وتحارب كلمة الله ألم يعلم بأن الله يرى كلا لإن لم ينتهي لنسفعن بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو ناديه سندعو الزبانية ربنا يهدد أبا جهل ومن أمثاله أبو جهل نموذج فقط وإلا في التاريخ هناك آباء جهل متعددين في كل زمان وفي كل مكان هناك أشخاص عندهم أفكار وفلسفات ومرجعية مضادة للدين ممكن ينطبق عليهم وصف أبي جهل فرعون هذه الأمة الذي يقرأ الدين والعبادة والطاعة ربنا هنا يلقي بتهديده ووعيده فيقول كلا لإن لم ينتهي لنسفعن بالناصية ناصية كاذبة خاطئة يعني أن الله سوف يقوم بجمعه من الناصية من الجبهة ويجره إليه جرى ويدفعه إليه دفع ثم بعد ذلك يرميه في النار ويرميه في العذاب الأليم لن يأخذه بيده أو برجله أو من تلبيب تيابه بل من ناصيته من جبهته ربنا على كل شيء قدير أبو جهل سمع هذا الكلام وقال يا محمد أنا سوف آتي بالنادي قال أنا عندي نادي كبير كان عندي نادي يعني واحد الكلاب واحد التجمع كبير من أصحابه وأصدقائه الذين كانوا دوما يتصارعون فيما بينهم من أجل أن يقضوا على دعوة الإسلام فهو يفتخر بأنه ينتمي إلى هذه الجماعة فليدعو ناديه سندعو الزبانية من هم الزبانية؟ هم الملائكة المكلفون بعداب جهنم والعياذ بالله هم جيش خطير من الملائكة أشكال وألوان غريبة جدا تستطيع أن تهجم وتدمر وتخرب بقدرة الله تعالى تسمى الزبانية فربنا عز وجل يقول يا أبا جهل إذا كان عندك نادية يعني من تناديه من أصدقائك وشلتك وجماعتك فإن الله تعالى عنده زبانيته سندعو الزبانية كلا لا تطعه وسجد واقترب هنا سجدة هنا لابد أن نسجد إذا وصلنا إلى هذا المقام في ختامي الصورة ربنا عز وجل يقرر هذا المبدأ يا محمد إياك أن تطيع أبا جهل يا أهل الدعوة الإسلامية عبر التاريخ في كل زمن ومكان قد تستضمون بأشخاص شكلهم مثل أبي جهل أنهم يرفضون الدين ويرفضون فهم القرآن إياكم أن تطيعوهم كلا لا تطعه إياك أن تخضع له وسجد واقترب هذا سر عظيم سر القوة من أراد أن يكون قوي ومن أراد أن تكون كلمته العليا ومن أراد أن لا يهزم أبدا السر أسجد واقترب كلما تسجد لله تعالى تقترب منه أكثر فيرفع مقامك ويقويك لاحظوا معي أيها الأحبة الكرام أن السورة سورة العلق أو تسمى سورة إقرأ بدأت بكلمة إقرأ وانتهت أسجد واقترب ما سر في ذلك؟ هنا دعوة للإقتران ما بين العلم والعمل ما قيمة العلم إذا لم يكن به عمل؟ والعمل بدون العلم قد يكون فيه ضياع فالمطلوب أننا نكون مجموعة من العلماء والصالحين عندهم هاتين السفتين الأول عندهم العلم الرباني العلم الشرعي زائد لابد أن نربيهم على العبادة والطاعة والاستقامة فإذا كانوا يدرسون فقط في الجامعات والأكاديميات والمعاهد وهم بعيدين عن التربية لا يصلون لا يركعون لا يسجدون لا يتورعون فهذا العلم غير نافع لابد أن يكون العلم مقرون بالعمل وكذلك إذا بنينا مساجد وزوايا ودور عبادة وكان الناس يذكرون ويصلون لكنهم بغير علم فقد يقعون في الخرافة ويقعون في البدع ويقعون في الضلالات فلابد أن نجمع بين الحسنيين لابد أن يقترن العلم بالعمل اقرأ باسم ربك الذي خلق هكذا بدأت الصورة وانتهت بقوله تعالى أسجد واقترب أسأل الله تعالى أن ينفعنا ببركة القرآن الكريم هكذا كانت اقرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة